ايام قليلة فقط ويغادرنا شهر تموز الشهر الذي ارتبط منذ القدم باحداث غيرت الكثير من مجريات الامور في العراق بلاد ما بين النهرين كان فيها تموز قديما احد الالهة وجزءا من الاساطير اضافة الى ادراجه ضمن قائمة ملوك السومر بعيدا عن توقعات الفلكيين ومعاناة العراقيين من حرارة هذا الشهر وتأثيره على حياتهم في السنوات الاخيرة التي تزايدت فيها المعاناة من انقطاع الكهرباء فان تموز ارتبط بشكل غريب باهم الاحداث قديما جرت في تموز امور غيرت عالميا مجرى التاريخ ونتحدث هنا على سبيل المثال للحصر عن سقوط القدس بيد الصليبيين لاول مرة ثم بعد ذلك بنحو تسعين عاما انتصار صلاح الدين الايوبي بمعركة حطين واندلاع الثورة الفرنسية التي ادت لاحقا الى سقوط الملكية ولو اقتربنا زمنيا بعض الشيء نجد ان تموز او يوليو ارتبط بثورة اخرى في مصر اسقطت الملكية ايضا وتأميم قناة السويس عام ستة وخمسين من القرن الماضي محليا الاحداث الاكثر اهمية وترابطا مع تموز هو ما حدث بالعام ثمانية وخمسين من القرن العشرين ونقصد هنا الانقلاب على الملكية في العراق والذي سمي لاحقا بثورة الرابع عشر من تموز وما رافقها من مقتل الملك فيصل الثاني وافراد عائلته اضافة الى رئيس الوزراء نور السعيد واركان الحكومة وبعد مرور سنوات عشر كان تموز على موعد جديد مع الثورات في العراق وهنا نتحدث عن ثورة السابع عشر من تموز عام ثمانية وستين التي جاءت بالبعث الى السلطة ليحكم الى عام الفين وثلاثة معظم التظاهرات الشعبية والاحتجاجات منذ عام الفين وثلاثة كان الشهر تموز الساحة الاكبر لانطلاقها فغضب الجماهير تزيده حرارة هذا الشهر تأججا ولهيبا لتخرج معبرة عن غضبها ومطالبة بحق مشروع لكنه مسلوب يبدو ان قدر العراق والعراقيين مقترن بالصيف وحرارته وتموز وقسوته لكن الفارق هنا ان الشهر سيمضي هذا العام حاملا معه توقعات بقدوم الافضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة